السلام عليكم طلاب الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم في الفاصل الدراسي الاول. اول حاجة هنبدأ بيها نهاردة سنة تلتا ان شاء الله سؤال choose the correct answer. وزي ما احنا متعاودين سؤال choose بيكون عندنا على الفوكيب والفرق بين الكلمات اللي احنا درسناها مع بعض في المنافق. اول سؤال بيقول لي my country has a lot of attractive places. the word attractive means بيقول لي بلدنا فيها العديد من الاماكن الجزيبة كلمة attractive احنا عرفين هي adjective بمعنى جزيب. كلمة بقى attractive means ايه بتعني ايه? ugly, dirty, beautiful ولا bad. لا طبعا attractive جزيبة يبقى حتى تسوي كلمة beautiful يعني جميل. I space a bedroom with my brother. هتبقى divide, يقاسم, share. يشارك. كنتين يحتوي ولا انك اليود يشتمل. انا بقول لك ايه نقط bedroom انا ايه الغرفة النوم بتاعتي مع اخويا. هتبقى الايجابة ايه? share. يعني ايه share? اوشارك 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 مع اخويا. السؤال الثالث معينا. the suffix a is added to verb achieve to make the noun. عايز هنا مقطع بحطه لالفرب بتاعي اشيف عشان احوله لنوين. طبعا المقطع اللي عندي هنا شن ولا نس ولا اي او ان ولا منت. طبعا اتشيف هتبقى اسمها اتشيف منت. يعني ايه اتشيف منت? يعني انجازيت. we can get the noun of the word kind. by adding the suffix. احنا ممكن نحصر على الاسم من كلمة kind باضافة المقطع نس ولا الوي ولا لس ولا اي او. طبعا kind عشان اجي حولها هتبقى ايه kind ness المقطع بتاعي نس. number five is the antonium of the verb of the word local is in. عايز هنا عكس كلمة local. احنا عارفين local بمعنى ايه? محلي. طيب عكسها native ولا انترناشنال? ناشنال? ولا كنترناشنال? ولا كنترناشنال? لأ لوكال الابزوت في الطاحة العكس الطاحة انترناشنال اللي هو ايه? مايكروويف ولا كتل ولا فريج ولا كوفي مجين. طبعا ماما عشان تطبخ الحاجة هتستخدم ايه? مايكروويف. number seven بيقول لي he is a good he always listens to me carefully هو شخص اي جايد لانه بيستمع ليا بعنايا او بحرص طبعا شخصي بيستمع لحد بصورة كويسة هيكون عندنا الاختراض بتاعتي سبيكر متحدث ولا بلاير لعب لسنار مستمع ولا فيتر محارب طبعا هنا عندي هتبقى ايه لسنار طبعا هعرفين المقطع بستخدمها للفعل عشان احوله لنوعي لما اخويا الصغير بيعمل شيء جيد انا ايه ليه? طبعا لو حد اخويا الصغير او اي شخص عمل حاجاتك ويسا انا بعمل ايه? انكارج يعني انا بشجهه على طول we turn the verb listen to a noun by adding انا بحاول الفعل listen يستمع لنون باضافة المقطع ايه احنا لسا قلنا من شوية باضافة المقطع er يبقى listen هتبقى listener زي speak speaker you are strong انت قوي you can space with any problem انت ممكن ايه مع اي مشكلة قلي هنا find make coupe add ايه طبعا عندي البربوزيشن بتاعي weiss هيكون عندي ايه الفعل اللي حيجي معي coupe weiss معنا يتعامل مع انا قوي وبقدر اتعامل مع اي مشكلة بتواجه the prefix space gives the object of the word formal 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 معناها رسمي هو عايز المقطع اللي بيحولها للobject العكس طبعا انا عندي formal عكسها informal رسمي باعكسها غير رسمي number 11 space is the opposite of asleep عايز هنا عكس كلمة asleep طب هي asleep asleep بمعنى ايه نائم طب عكسها awake ولا angry walk walk week مستيقز ديبقى اوق the entrance of the word older is يعني عكس كلمة older older يعني اكبر اكبر بيكون ancient قديم elder اكبر younger اصغر طبعا عندي older عكسها younger كبير يبقى صغير او الاكبر الاصغر كورونا فيروس كورونا فيروس بيقول لي فيروس كورونا هو مرض ايه كلير سيمبل ديجيتال ولا سيريز طبعا احنا عارفين كلير بمعنى واضح سيمبل بسيط ديجيتال رقمي يبقى هو ايه مرض سيريز خطير الد ا او این is en electronic message electronic place يعني رسالة الاكترونية هيبقى كابا اواردر طلب كومبليند شكوا ايميل ولا لتر. طبعا رسالة الكترونية اللي انا ببعث عن طريق الانترنت سيبقى ايميل. اس بيس اس بيس اس وود. بيقولي هي ايه عبارة عن مجموعة من الخشب بيتم ربطهم مع بعض وبيقدروا انهما يطفوا على سطح المية. طيب انا عندي العاختفرة بتاعتي ركت ولا كانوي رافت روك. طبعا مجموعة من الخشب بربطها مع بعضها هتكون هتبقى رافت. اي وود بيهبقى بيعون في البحر في لاطه هيبقى رافت رافت يعني قارب ايه صغير. ا is someone who pays to live in howz. عايز هنا اسم الشخص اللي بيدفع نحن نقود علشان يعيش في مانز المعين بلاير ولا لوتجر ووركر اوفيسر هتبقى الاجابة لوتجر اللي هو المستأجد زا صافيكس بيس بيدي بيقولي بيعطي الصفة من الاسم بيس بيس يعني سليم طيب انا عندي نس ولا است ولا فل ولا شان طبعا انا عندي بيس عشان احاولها الاجابة هتبقى بيس فل بسلام يبقى احط لها المقطع فل السؤال اللي بعد كده معينا بيقولي we add space as the end of the word head to mean been in the head ايه المقطع اللي انا بحطه لكلمة هد رأس علشان تحولي الكلمة دي بتعبر عن القلم اللي بيكون في الراس طبعا الاختراض تعطي فل ولا اي ار ولا ناس ولا اك طبعا احنا عندنا طالما ان في بين يبقى بتساوي كلمة ايه اك يبقى قلم هدك يعني صدوع او قلم في الراس يبقى عندي هنا المتفرجين بيستمتعوا بكل ذيئة لمبرايض امس كلمة المشاهدين is near in meaning بتكون قريبة في المعنى الكلمات people watching people playing people winning طبعا طبعا عند المشاهدين او المشجان هكتسوي ايه people watching الناس اللي بتتفرج على المباراة جوة الاستيت people in hospital have special care الناس في المستشفيات عندها عناية خاصة الكلمة special ممكن نستبدلها بكلمات كلمة بتتساويها في المعنى public عيم normal طبيعي ولا اهمال ولا عندنا اللي هي بمعنى ايه خاص او برضو بتتساوي كلمة اللي هي اللي احنا محتاجينها هنا في الاجابة بتاعتنا يبقى الاجابة بتاعتي نوع تاني من الاسئلة اللي بيجيبنا في الامتحان وطبعا الاسئلة دي اللي هي هنا مش متعلق بقى بالفوكابل اللي احنا مدرسها لا متعلق بالجرامر يعني لازم اكون مذاكر جرامر بتاعي كويس جدا عشان اقدر احل الاسئلة بتاعي يلا كده نشوف مع بعض اول سؤال محمد صلاح ازان انا عندي اميز دي احنا عندنا الصفة ممكن احط لها لما بيجي اوصف شعور ممكن احط لها لما اتكلم عن الشيء اللي بيسببه الشخص او الشيء ده علي تمام محمد صلاح ازان انا مش بوصف شعوره انا بوصف بوصف تأسيره او تأسيره علي وانا بتكلم عليه بقى بحط الصفة بتاعتي ايه اي انجي بقى حقول اميز ولاحظ كده ان انا عندي الفعل بتاعي فوق كان ايه اميز او صفة بتاعتي كانت اميز فيها ايه لما احط لها اي انجي لازم احذف الايه اميز بيقولي ولا انا ولا علي كنا ايه حضرين الليلة الماضية طب احنا درسنا مع بعض قادة اسمها ولا هذا ولا ذلك وعارفين ان نايدر نور بيكون بعدها ايه بيكون بعدها الفعل اللي بيجيلي بعدها بيكون دايما في حالة الايه اوه لما يبقى نايز النور لازم يكون في حالة الاسبات لان انا شلت النفل طيب ولازم يكون بيتبع الفعل التاني الطيب انا عندي هنا ايه ترى ما عندي ايه انا هشوف ده بي ده اللي هو فرب تو بي بس عندي كلمة لست لست انا لازم اجيب فرب تو بي ان سبوستي اما وصي اما وير يبقى ايه هتياخد امي لانا عندي كلمة نايزر اوف قال لي نايزر اوف توعمل معاملات المفرد دائما نايزر اوف توعمل معاملات المفرد ايه دائما السؤال التاني بتاعنا بيقول لي in the mountains we able see an amazing waterfall احنا درسنا مع بعض قاعدة اسمها ايه be able to ودي بتعبر لي عنا على المقدرة او الاستطاع انا كنت قدر اعمل الشيء ده in the post في الماضي طيب طالما ان انا هستخدم able يبقى القاعدة بتاعتي بتقول ان انا لازم يبقى عندي وبعد كده able to بعدها الفعل في الماضي طيب يبقى انا عندي هتاخد ايه من we 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 معناها كان قادر عنك لو كانوا قادرين معنا كنا قادرين علىك I space have to get up أنا ياجب أن أنا أصحى بكرة بجري tomorrow because it's a holiday لأنه هو أجازة طبعا أنا مش مضطر أن أنا أصحى بكرة مبكرا لأنه هو أجازة طبعا أنا عندي have to النفي بتاع have to أنا بنفيها ياما بـ don't ياما بـ doesn't وكلمة don't have to وكلمة don't have to معناها ليس من الضرورية حاجة مش ضرورية أن أنا أعملها The supermarket is the basic shop in my town أنا هنا بتكلم على السوبر ماركت وبقول أنه هو مزدحم في المدينة بتاعتي طبعا أنا في المدينة بتاعتي عندي سوبر ماركت واحد ولا في مجموعة من الأسواء أو من السوبر ماركت طبعا في مجموعة أنا هنا بعمل comparative ولا بعمل السوبر لاتف طبعا أنا عرفت من أين هي كمان السوبر لاتف طب نفتكر كده مع بعض السوبر لاتف إحنا عندنا لما بيجي بعمل مقارنة لازم بتعامل مع adjectives بتعامل مع استفوت لو عندي صفة قصيرة في السوبر لاتف حط إيه زي والصفة بتاعتي إي أستي طب لو عندي صفة بتاعتي يعني أنا بانطقة على أكتر من أو صفة بتاعتي اللي احنا بنقول عليها بتبقى صفة طويلة حط قبلها زموست أو زليست وبعد كده الصفة بتاعتي زي اللي ما هي طب أنا عندي بيزي دي صفة إيه قصيرة طب هتعمل معها الزي بيزي أخرها واي لما بيجي هتعمل معيها منفعش أحط إي أستي على طول لأ أنا هشيل الواي وحط إي أستي بيحقول زي بيزي السوبر ماركت اللي في المدينة بتاعتي هو أكتر السوبر ماركت إيه مصدحم في المدينة الحكومة هتبني مراكز للشباب أو مراكز رياضية في القاهرة الإيه السنة القادمة أنا عندي كلمة ناكست بتدل على زمن المستقبل تمام بس ما عنديش أي كلمة بتعرفني أنه مستقبل بيستخدام ويل ولا جوينجتو ولا بريزينت المصر طب ما عنديش أي حاجة يبقى أنا هستخدم ويل والفعل في الإيه في المصر هاي بقى اسمها ويل إيه السؤال اللي بعد كده بيقول لي My cousins have lived in Cairo since 6 years أبناء عمي كانوا عايشين في القاهرة لمدة 6 سنوات طب أنا عندي هنا sense بمعنى إيه منصور من الكيورد اللي بتعبرلي عن زمن إيه present perfect طب إحنا عارفين إنه اللي جايلي هنا بعد sense عندي فترة زمنية كاملة يبقى ما نفعش أنا استخدم معاه سينجس هستخدم إيه من الكيورد present perfect اللي بيجيلي معيها فترة زمنية كاملة فور يعني هزا المحل ولا هو شيق ولا هو رخيص هيا نذهب إلى واحد أخر طيب أنا عطي الرابط بتاعي هنا كلمة مين؟ نور مين اللي بيجي مع نور إحنا عارفين إيه 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 طبعا احنا درسنا في اول لونة خالص ان انا ما نفعش معايا نو اف احنا اخدنا قاعدة اسمعها ايه نون اوف نون اوف بيجي بعدها ياما اسم جامع ياما بيجي بعدها ضمير مفاول للجامع ياما بيجي بعدها اسم اشورة للجامع طيب بيبقى انا هقول نون اوف ماي فرينجيس ايه جو شوبنج افري ايه دي فادي بي ميكنج تي وين اي من كولد ان هنا عندي روابط بتاعي اللي بيربطلي الجملتين اللي هو ايه وين بمعنى عندما طيب احنا درسنا ان وين من الروابط اللي بيجيلي بعدها باست سيمبل طب والجملة التانية بتبقى باست كنتينوس طب نفتكر مع بعض كده تكوين باست كنتينوس يعني اللي وين يبقي فادي ايه ووف مكينج لان فادي سنجلر نعوم اي جوين اس تيم سكول انتنطا ناكس تير زيس اس ماي بلان عندي هنا كلمة بلان خطة اللي خطتي انا مستخدم معاها جوين جتو طب هي ويه كلمة انتنت يعني انتنشان انيا كلمة عندي دي صايد يقرر او دي سيشن قرار يبقى انا لازم هنا استخدم ايه ام او 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 ار جوين ويهجي بعضهم الورب فربي انفناتف ام 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 جوينج تو جوين ويحنا بنحل الاسئلة دي ياريت نركز في الكيورد اللي هو بيبقى جاي بهده ودو يو مصد تو دو وين كراسنج زا ستريت بيقلي انت لازم تعمل ايه ما بيكون بتعبر الطريق طبعا انا عندي هنا دو ودو ما ينفعش ان انا اجيب معاها مصد وعندي بعدها كمان 2 طب ايه القاعدة اللي احنا اخدناها وبتعبر عن الزام او الضرورة ان انا اعمل الشيء ده غير مصد يبقى عندي have to يبقى what do you have to do when you crossing the street ننقف they won the price لا احد منهم فات بالجائزة احنا لسه قيلين انه ننقف بيجي بعدها اسم جمع او ضمير مفهول لجمع او اسم شعره جمع طب زيه هجيب لي انها ضمير ايه المفهول هيبقى الاجيبه بتاعشي من them we spend the weekend in cairo if thing is arranged انا عندي هناك كيوورد بتاعتي اللي هي arranged هي دي مفتاح الاجيبه بتاعتي طب احنا اخدناها من الكيوورد بتعبرلي عن زمن ايه future اللي عندي باستخدم present continuous to refer to future يبقى انا هنا هقول or spending هستخدم verb to be و verb ing عادي خلص present continuous احمد has been to us one he is still there احمد راح ورجع من اسوان و بعدين كتب له he is still there هو لسه هنيج لان هيبقى has been to معناها راح و ايه ورجع طب انا عايزة اقول ان هو راح و لسه مرجعش هتبقى الاجيبه بتاعش هتبقى الاجيبه بتاعش مدينة الاسماعليه طب احنا اخدنا برضو درسة مع بعض ان انا ممكن هستخدم present sample لما بكون بعبر عن ايه time table عن المواعيد السبتة يعني عندي جدول مواعيد سيبت مش بيضاير زي مواعيد الكترات مواعيد الطيرات مواعيد البرامج في التليفزيون او المقشات وهكذا يبقى انا هستخدم ايه هستخدم زمن present sample عادي اللي احنا عارفينه يبقى هقول text رومي is hungry because he not eat lunch yet رومي جعان لان هو لم يتناول الغذاء حتى الان انا عندي كلمة yet من الكيوورد اللي بتقوله على زمن present perfect بس يبت رزيم تليه في اخر الجملة الايه المنفية present perfect tense اللي هو هاب او هزو تصريف تلت طب هي حيجي معاهمين hasn't has not وايت هتبقى اسمها هتبقى hasn't eaten طبعا احنا درسنا مع بعض روابط زي ما قلنا من شوية وين في روابط تاني اخدناه اللي هو ايه while معناها اسناء او بينامع او خلاق while او as او just as التلاتة بنفس بيجيلي بعدهم post continuous اللي هو بيجيب في ربع اي ان جي و الجملة التانية بيبقى عندي زمن post simple يبقى هنا هو جابلي while و جابلي post continuous while i was living يبقى الجملة التانية المطلوب مني ان انا حولها الفعل اللي فيها ايه post simple يبقى ring الماضي بتاعها rang ايه 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 repair furthermore علي وعلى زينك او بالاضافة الى اهم حاجة ان احنا نقرأ passage اللي هو جابهلي او الparagraph الصغير اللي هو جابهلي عشان اعرف اكمل هقول ايه firstly اولا let me say how we are of the castle in our town بيقولي في البداية ده يعني ان انا اقولك احنا قد ايه حاجة معينة ان احنا ايه في القلعة بتاعتنا اللي موجودة في المدينة however على كل حال it now needs some work هي دلوقتي محتاجة بعض التصليحات او بعض العمل at our community meeting في الاجتماع اللي احنا عملناه للمجتمع اللي احنا عايشين فيه we decided to improve قررنا ان احنا نحسن من شكل القلعة we are going to get some builders احنا قررنا ان احنا نجيب بعض البنائين to a the world عشان يعملوا حاجة معينة في الحوائط a children a the school are going to a clean up the rubbish وكمان الاطفال الموجودين في المدرسة سوف تعمل ايه ان هي تنظف القميمة نحلوها مع بعض let me say how we are of the castle in our town خليني اقولك احنا قد ايه بالقلعة اللي في مدينتنا اللي بقى حقول ايه proud احنا فخرين بالقلعة الموجودة في المدينة بتاعنا it now needs دلوقتي محتاجة بعض العمل add our community meeting في المجتمع الاجتماع اللي احنا عملناه في المجتمع بتاعنا او في الحي بتاعنا we decided to improve the castle قررنا ان احنا نحسن القلعة we are going to get some بالدرس احنا احضرنا بعض البنائيين طبعا علشان يصلحوا الحوائط بتاع القلعة هنا عندي كما يبقى انا هستخدم بقى بالعلاوة على ذلك ان الاطفول الموجودين في المدينة are going to help clean up ذرا باش حيساعدوا في تنظيف القميمة بعد كده عندنا نوع تاني من الاسئلة اللي بيجيلنا في الامتحان complete the following dialogue وبرده زي ما احنا متعودين نازم نقرأ ال dialogue كله على بعضه عشان اقدر افهم الفكرة بتاعته بتقول ايه وابتدي ان انا حيلي بيقول لي ayman is introducing his brother omar to his friend مصطفى ايمن بيقدم اخوه عمر لصديق مصطفى ايمن هيقول له هلو مصطفى اهلا بك يا مصطفى this is my brother عمر وده اخوي من عمر مصطفى هيرد عليه يقول له هلو ايمن وحيقول له حاجة هيقول له how do you do عمر يعني كيف حيلك يا عمر عمر هيرد عليه ايمن هيقول له where are you going انت رايح فين او اين اح تذهب سوف تذهب مصطفى هيرد عليه ايمن هيقول له we are going to the super market to احنا كمان رايحين في السوبر ماركت احنا عارفين انه تو معناها ايضا مصطفى هيسأل سؤيل ايمن هيرد عليه يقول له to buy some groceries عشان هنشتري او لكي نشتري بعض البقولة ايمن حرود عيقول له ايوة تقدر او بالطبع تستطيع الانضمام لنا طبعا احنا فهمنا الفكرة فنبتدي ان احنا نعمل ايه نبتدي ان احنا نحل اه على الاساس اللي موجود قدامي ايوة تذهب قال له مصطفى ردعي راح ايمن قال له we are going to the super market to احنا كمان رايحين في الاجابة بتاعت مصطفى لازم يبقى رايح نفس المكان يبقى حيقول له ايه طبعا انا عندي two او because ليبقى السؤال بايه ليه انتو رايحين للسوبر ماركت قال له عشان نشتري بعض البقالة طيب مصطفى سأله سؤال قال له of course you can join us كلمة of course بالطبع يعني بقول له yes you can join us انت ممكن تنضمنا معينا يبقى انا هسأله قال له can you can i join you ممكن انضم بعد كده هيبقى معينا model او نموذج للامتحان اللي هيجالكم ان شاء الله فيه بجمع كل الاسئلة اللي قدامنا ده كأنه بالضبط ورقة امتحان هنشوف مع بعض اول الحاجة بيقول لي language functions ده اللي معتمد على الوظائف اللغوية اللي انت هتقدر ازاي تعبر عن الكلام اللي انت درسته اول حاجة عندنا الديالوج بيقول لي كمال كمال والسامي اللي اتنين عايزين بيتكلموا مع بعض علشان بيتفقوا يقضوا يوم خارج البيت عايزان او الدورس احنا عارفين ان هو خارج المبنى او برا كمال بيقول what about spending a fun day out of doors what about احنا عارفينها بنستخدمها في ال suggestions في اللي قتروح بيقول له ايه رأيك ان احنا نقضي يوم ممتع برا next friday يوم الجمعة الجاية او جمعة القادمة سامي حيرد عليه حيقول له حاجة وبعد كده حيقول له ايه سؤال shall we go to the beach هال يوم كن احنا نروح الشودة انه بيقترح عليه انه ميروحوا فين الشودة كمال حيرد عليه سامي حيقول له will حسنا can you suggest another please طبعا هنا بيقول له ممكن ان انت تقترح اقتراح تاني في مكان تاني كمال حيقول له i suggest going to the park هيقترح عليه انه ميروحوا فين الحديقة سامي حيقول له wonderful roi بقى كده هو عجبه الاقتراح بتاع مين بتاع كمال وحيسأله سؤال حيقول له yes there is a lot of fun ايوة في متعة او في مراح كتير سامي حيسأله سؤال تاني حيقول له there are entertainment stage في مراحل من المتعة او من التسلية مجموعة من المراجيح او الملاهي and a dolphin show ward للdolphin وبعد كده سامي اخر حاجة هيقول له جملة او هيقول له حاجة يلا بينا بقى نحن لها اول حاجة كمال بيقول له what about spending a fun day our doors next to friday ايه رأياتنا قضيه ممتع خارج البيت الجمعة القادمة فهو قال له حاجة قال له shall we go to the speech ايه رأيك نروح الشاطئ هو موافق على الاقتروح الموافق الاقتروح اللي بقى حيقول لي زاد ساق جود ايه او ممكن great idea او ممكن good idea او اي حاجة من دي كلها صح تمام كمال رد عليه سامي قال له well can you say I said please انت ممكن تقترح مكان تاني يبقى هو كمال حيرود يقول له ايه ما عجبوش ان هما يروحوا الايه الشاطئ بقى حيقول له ممكن يقول له I don't like the bitch انا ما بحبش الشاطئ او هيا نذهب لما كان اه اخر طبعا احنا عارفين برضو زي وطا باوت وهو باوت بستخدمها فين في حالة في حالة الاقتروح راح جاية يقول له ايه I suggest going to the park انا باقترح ان احنا لوحلح بالحديقة قال له wonderful رائع سألوا سؤال قال له yes there is a lot of fun يبقى هو هيقول له ايه هل يوجد متعة او كثير من المتعة قال له yes there is a lot of fun سألوا سؤال قال له zero all entertainment stitches restaurant plants of fries and adolphin show يبقى هو هيقول له ايه الحاجات اللي هيقدر يشوفها هناك يبقى يقول له what can we see zero ايه الحاجة اللي ممكن نشوفها هناك هيقول له الكلام ده هيقول له ايه that's good that's great we will have a nice time eat زير سؤال التاني بيبقى عندنا في الامتحان reading comprehension انا زي ما احنا لسا قليل من شوية ان انا بقرأ القطعة او الparagraph اللي هو بيبقى جيبهولي وبكمل من الفوكابل اللي بيبقى جيبهلي في المستطيل بيقول لي many years ago من العديد من السنوات الماضية هرجادة مادنت الغارداء عند السفاجة a small fishing villages هي كتعبارة عن كرة صغيرة للسيد nowadays هذي الايام they are host the hundreds of thousands of tourists بيقول ان هي بتستقبل او بتستضيف مئات الالاف من السقيحين a near tourists go there because of they الناس او السقيحين بتروحي هناك بسبب of the scenery and for the weather water sports بيروحوا هناك بسبب scenery اللي هي المناظر الطبيعية الموجودة وكمان بسبب ايه الرياضات المائية اللي موجودة هنيك such as diving they the rocks in particular tourists are attracted to they وكمان السقحين بتنجذب لايه because of the beautiful coral reefs بسبب الشعاب المورجانية الجميلة يبقى بيقول مين ييرز اجو يعني نونزو عديد من السنوات هكذا عند السفاجة نقطة small fishing يبقى الغردقة وسفاجة كانوا يبقى حقول كلمة مين وير طبعا انا عندي فوق وير ووز بس انا بكلم على جمع دول كاريتين يبقى وير خلي بالي طبعا every year كل عيم الكلمة المناسبة الليها من فوق طبعا tourists go there الناس بتروح هناك او السياح بيرو هناك because of the number of the scenery بسبب ايه للطبيعة او للحاجات المنظر الطبيعية الموجودة هناك طبعا the beauty of the scenery يعني جمال المنظر الطبيعية الموجودة فيها والرياضات المائية الموجودة for the water sport is such as diving الناس بتحب الغطس in particular بشكل خاص the tourists are attracted to السياح بينجذبوا الى زنوات بينجذبوا الى الايد دائرية للمنطقة because of the beautiful coral reef بسبب جمال الشعاب المرجانية الموجودة هناك السؤال الثلاثة اللي بيبقى موجود معينا في ورقة الامتحان اللي هي الباسدش بيقول لي the following text then answer the questions عايزني اقرق قويس القطع اللي هو بيبقى جبالي وبعد كده بقى جاوب على الاستئلة اول حاجة بيقول لي water is life المية حياة water is necessary for every living sickness هي بتكون مهمة لكل شيء حياة if there is no water لو ما فيش مية there will be no life on earth مش هيبقى فيه حياة على الارض man اللي هو الانسان animals الحيوانات and the plantis والنباتات would have died without it حيموتوا بسبب بدونها we can get water from rain احنا ممكن نقصر على المية من المطر rivers الانهار wills الابور springs and sometimes from seas واحيانا من البحور after removing the salt from zero water بعد ازالة الملح من المية بتاعتهم people use fresh water الناس تستخدم المية النقية for drinking الشرب washing استحمام and cooking and the cooking and the cooking in some places في بعض الاماكن there are healthy springs بيكون موجود يا نبيع صحية the water of these springs المية الموجودة في الانبيع دي is special water بيكون مية مميزة which is very good for health وبيكون كمان ايه جيدة للصحة people from far away places الناس اللي بتبقى عايشها في الاماكن البعيدة come to drink بيجو اللي انا بيع دي عشان يشربوا منها the water from these springs to recover from there الناس وكمان اللي انا بيع نزيب تكون مشهورة بانها يتشفي الامراض scientists do a lot of researches العلماء بيقوموا بابحيث كثيرة to find solutions عشان يجدوا حلول to the problem of water لمشكلة الماء in some places في بعض الاماكن the wallet should use little water in all fields العالم المفروض يجب انه يستخدم مية قليلة في الحقول بتاعته another solution على اخر is reusing water استخدام المية this means وده معناه using water again استخدام المية مرة اخرى instead of wasting it away بدل من احنا نهضرها to increase the supply of water وعلشان نزود المية قال لي them have been told السدود اتحفرت to store a large amount of water عشان تخزن كمية كبيرة من المية behind them خلفهم to use in time of need الاستخدامها في وقت الحجة كده احنا قرينا مع بعض الباسيج نشوف بقى الاسئلة اللي بتينا علي طبعا بيجي عليها انصر وبيجي عليها choose choose number one بيقول لي idea الفكرة الرئيسية of the text للنص اللي قديمي اللي احنا لسه قرينه عبارة عن ايه bad use of water لاستخدام السيء للمية ولا dirt water المية القذرة importance of water اهمية المياه ولا unhealthy water المياه هجير الصحية طبعا القطعة تتكلم على ايه importance of water اهمية المياه the underlying word eat refers to كلمة eat بتشير الى water المياه them are used to السدود بتستخدم في ايه متشوتر عشان تعمل ايه في مياه اكتر وسط الاخضار ولا نيد الاحتياج ولا كوك الطبخة ولا سطور طبعا تغزين السدود بستخدمها عشان اخزين الماء يبقى سطور ويجير تغزين الماء من السادس اللي بقى سطور تغزين الماء علشان يتم شفاقهم من الامراض mention two solutions for the problem of water from the text بيقولي عايز ان انا اشير لحلين تم الاشارة ليهم في القطعة لحل مشكلة المياه طبعا انا عندي هنا كان اكتر من حل بس هنا بيقولي the word should use little water in all fields ان لازم العالم يستخدم مياه اقل في الحكول الزراعية وكمان ان احنا نبني اه صدوق كتير علشان تخزن خلفها كمية كبيرة من المياه والاستخدامها في وقت الحجم اه number three what will happen if there is no water اللي حيحبس لو ما فيش مياه هنا هيقولي there will be no life on earth بس مش حيبقى فيه حقيقة على كوكب الارض من animals البشر والحيوانات and plantes والنباتات ودهاب ضايت حيموتوا بعد كده عندي السؤال اللي بعد كده في الورقة بتاعتنا vocabulary and structures اللي هو الاسئلة المتعلقة بال vocab grammar و a structures الكلمات بتاعتنا وال grammar اول حاجة عندي choose number one بيقولي as base is a person who base for a room in another person in house بيقولي مين هو الشخص اللي بدفع النقود في حجرة علشان يشاركها مع شخصة اخر في نفس البيت طبعايحنا عندنا هنا manager manager continue درايفر الح Vice Uncle 72 نزيل او السيكن ولا farmer طبعا الي جابة بتعتيه the word stuff gives the same meaning is stuff اللي هو فريق العمل بتديري نفس المعنى الكلمة viewers اللي هو متابعين او مشاهدين visitors مشاهدين برضو زائرين ولا عمال. هتبقى طبعا اصطف فريق عمر يبقى الايجابة هتبقى. بيقول لي ايه هو نوع من انواع لها وسائل المواصلات اللي بتحمل الناس والعربيات يعني عبر المية. يعني معنى كده انا هو عايز وسائل المواصلات بتمشي فين في المية. طبعا الوحيدة اللي عندنا هنا هي ايه فري المعدية او العبور. احنا بنضيف مقطع ايه في نهاية الكلمة بتاعت رأس علشان يوشير الانم في الرأس. يبقى احنا قلنا حتبقى فول ولا ايك ولا اي اي او ولا نس. طبعا ايك. طبعا ايك. هي ما عندهاش اي اصدقى. لزلك شي لزلك هي دايما بتشعر بيه. طبعا شخص بيشعر او شخص عندوش اصدقاء بيشعر بالواحدة يبقى لونلي. اللي احنا بنستخدم المقطع ايه عشان نغير ايه لصفة. اي تي نس اي بول اي اس اي تي هتبقى رين اي وفول اللي هي طق اي متجددة. بعد كده عندنا السؤال الخمس في مرقة اللي امتحنا بتاعنا اللي هو سؤال كوريكت وزي ما احنا لسه قلين هو معتمد كله على ايه عالجرامر. ولا واحد من اصدقائي بي جوين تو ترافل تو اسوان نيكست فرايدي. بيقول لي ولا واحد من الاصدقائي هيسافر لاسوان الجمعة القادمة. طبعا هنا طالب مني ذرب تو بي. واحنا لسه قلين عندي بي يعني مطلوب مني ذرب تو بي واحنا لسه قلين ان انا بتعامل مع اا اا او حسب اي اي الفعل بتاعه بيبقى. يبقى جمعي يبقى حقول اي او. فرب تو بيبطي اي او. ده لما اقول نايزر نور. طب نايزر اوف. قال لي نايزر اوف تو عامل سنجولر نون. يبقى لازم هنا حط لي ايه ايه. از. انا هنا بوصف شعور القطة لما شافت الكلب. يبقى احنا قلنا بوصف شعوري بقى بحط لها ايه اي دي. تبقى اسمها فريدند. ده مترو ترين ليف ات ات وينتي تومور. القطر حيوادر بكرة ساعة تمانية وتلت. طبعا احنا عارفين ان ده تايم تيبو الجدوة الموايق السابتة يبقى هتعمل مع معاملة بريزنج سيمبل اللي بقى حقول ليفز. ساعة. انا عندي هز وتصريف تالت. يبقى هنا الكلمة ان بتيجى في نهايتك الجملة. وتكون الجملة بتعطي افرمة مثبتة. قريتي. قريتي. احنا عارفين ان احنا لسا قلين ان انا بتعامل مع ايه او مع سوبر لاطف. انا طالما ان عندي كلمة اي هف افرستين يبقى ده سوبر لاطف. الموبايل 58 يبقى ده اغلى موبايل والله ارخص موبايل. ارخص موبايل. ارخص ليبقى زا ليست اكسبنسي. ايش بحيجة اه حنقضوها الانترنت. طبعا احنا عارفين انا ما بيجي باكتب براكراف لازم اراعي شوية حاجة اهم حاجة عند البنكتويشن بتاعي. اول ما بيجي اكتب براكراف بس سيب المسافة الاولانية مسافة الكلمة بس وبعد كده ابتديت بعد نهاية كل جملة بحط بحط في النقطة بتاعتي منفعش انا اعمل بدايق كل جملة لازم تبقى اوحد الزمن بتاعي لو هو بيتكلم في حاجة معينة. بعد كده بيقولي هنشوف البراكراف بتاعي هنا ريفيو المقالة النقضية يعني لازم اكتب ايجابيات واكتب ايه سلبيات. هقول اي بريفير تو باي سنجس اونلاين. انا بفضل شراء الاشياء اونلاين. هي بتوفر الوقت والجهد. سنبيبول دونت لايك تو باي اونلاين بس لفي ناس تعني ما بتحبش انها تشتري ايه اونلاين. they think they may get the wrong item. هما بيعتقدوا ان هما ممكن يجيلهم اشياء خطأ. the delivery may take a long time. ممكن التوصيل في الحاجة لانه طلبتها يستغرق وقت ايه طويل. i say to most of them. انا بقول المعظمهم try shopping online one time. جربوا التسوق عبر الانترنت لمرة واحدة. you will feel the difference. هتشعر فيها بالاختلاف. you need to have some experience. انت محتاج يكون عندك تجربة. when you order things. لما يكون لما بتيجي تطلق الاشياء بتاعتك. طبعا كده لحد هنا المراجعة بتاعتنا انتهت. نتمنى ان احنا نكون افدنيكم. شكرا ومع السلام. اشتركوا في القناة